إلى مناطق الصراعي في الشرق أوكرانيا حيث قامت قوات الاحتلال الروسية بخرق وقف إطلاق النار أربع مرات خلال 24 ساعة الأخيرة بإقليم الدنباس وأشار المتحدث باسم وزارة الدفاع الأوكرانية إلى أن المسلحين الروسي سادفوا مواقع القوات الأوكرانية باستخدام الأسلحة المحظورة بموجب اتفاقات مينسك وأفاد هوتسولياك بأن 17 قذيفة هون من عيار 120 مليمترا أطلقها المسلحون المولون لروسيا على قرية نوفالوهانسكي الواقعة بالقرب من سفيتلودارسك كما ولفت المتحدث العسكري إلى استمرار المسلحين بالتصعيد في مناطق بحر أزوف الساحلية على مدار ساعتين قام العطو بقصف مواقع المدافعين الأوكرانيين في بلدتي فادينوي والبيدينسكي بقذائف الهون من عيار 120 مليمترا وقذائف المدفعية من عيار 122 مليمترا سجلنا قصفا بالمدفعية بمعدل عشرة قذائف خلال ساعة واحدة كما قصف المحتلون بالمدفعية أيضا المناطق بالقرب من بلدتي هنوتفا عدة مرات اشتركوا في القناة